ونحييكم مشاهدينا من جديد انتقد وزير الخارجية اليوناني تركيا بعد أن هدد رئيس التركي رجب طيب اردوغان بضرب آثنا بصواريخ باليستية وقال الوزير اليوناني نيكوز داندياس أن تهديد عضو بحلف شمال الأطلسية ناتو بشن هجوم صاروخي على بلاده غير مقبول ومدانة وأضف في تصريح النشرة على حسابه على تويتر أن يجب عدم السماح بدخول أساليب كوريا الشمالية إلى حلف الناتو وكان رئيس التركي رجب طيب اردوغان قال أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت اليونان فيما سماه تسليح جزور بحر إيجا مضيفا أن اختبار تركيا لصاروخ باليستي يثير خوف اليونان نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من اسطنبول المحلل السياسي أكتعي المازوى من آثنة دكتور عبداللطيف درويش وأستاذ إدارة الأزمات والصراعات الدولية أهلا بكم ضيفايا الكريمين اسمحا لأن أبدأ من اسطنبول معك دكتور أكتعي لماذا بدأ الرئيس التركي بالتحرش باليونان لأنه لما تكلم أردوغان عن الصواريخ الباليستية قريبة المدى يتحدث على الطفون لم نسمع تصجيحات يونانية هو وحده تحدث عن اليونان وقال بأن هذه الصواريخ قد تخيف اليونانيين وهي فعلا قادرة على إخافتهم لماذا المبادرة بطرح مثل هكذا مخاوف تحية طيبة مساء الخير في الحقيقة المبادرة لم تكن من أردوغان بل أعتقد كان يقصد أردوغان تحذير اليونان من مغبة الاستمرار في طريق الاستفزازات والتحدي لتركيا يعني الاستفزازات تأتي دائما من أثينا تقوم بتسليح الجزر غير عسكرية منتهكة القانون الدولي والاتفاقيات التي بموجبها تم تسليم سيادة هذه الجزر الملتسقة بالسواحل التركية إلى الجانب اليوناني هذه الانتهاكات وهذا التصعيد يزعج بكل تأكد تركيا آخر الحديث كان حول تركيا جربت صاروخا محليا باليستيا محليا أثارت نقاش وجدال واصف في اليوناني ولكن سيد جاموس اسمحني في هذا التفاعل الصغير لماذا تركيا تحرم على غيرها ما تحلله لنفسها تركيا تصنع اليوم وتركيا تتفاوض اليوم في صفقات أسلحة كبيرة فلماذا تعتبر بأن اليونان إذا اشترت أسلحة أو تعاقدت مع أي دولة أخرى فهذا سيكون موجها لتركيا سيكون محاولة لإخافة تركيا نعم أوضح ذلك لأن تركيا لا يحشط هذه الأسلحة على الحدود التركية اليونانية هذا من جانب كذلك هذه الجزر سيدة الكريمة بموجب الاتفاقيات اتفاق اللوزان عام 23 من القرن الماضي وكذلك اتفاق الباريس عام 47 تقضي بعدم تسليح وعسكرة هذه الجزر هذه الجزر كانت تابعة لتركيا احتلت القوى الاستعمارية الغربية إيطاليا ثم تم تسليمها إلى تركيا دون تسليمها إلى اليونان وضحت هذه النقطة نعم وضحت هذه النقطة ولكن حتى نبقى بشارط عدم العسكرة هذا هو أمر صحيح وهذا ما أكد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولكن حتى الجانب المقابل دكتور عبداللطيف لما حاول الرد على تصريحات رئيس التركي استشهد بتوجهات كوريا الشمالية الزج بتوجهات كوريا الشمالية ونعلم كلنا تفاصيل التوجهات الكوريا الشمالية في هكذا تبادل تصريحات ما الذي يقصده وزير الخارجية اليوناني ما الذي تعنيه اليونان من هكذا تصريحات الذي يقصده أننا لو ذهبنا إلى حرب مع تركيا وسيكون قرار برلمان اليوناني وليس قرار رئيس الوزراء هذا هي الفرق في التركيبة التركيبة الديمقراطية لبنية لدولة عمرها أكثر من 3000 سنة لديها بنية ديمقراطية فبالتالي ليست المزاجية الفردية ولا السعي للفوز في الانتخابات لتصريحات غير مسؤولة بقصف أثينا لكن رغم أن الانتخابات قد تدفع السيد أردوغان لذلك لكن اليوناني تأخذها على محمل الجد هناك استنفار للجيش اليوناني وأعتقد أن إذا كانت هناك حرب وأتمنى أن لا تكون لن تكون نزها مدافع حاون بسيطة في الجزر اليوناني يمكن أن تقصف المدن التركية إذا جئنا بهذه المنطقة لكن نحن هنا لن نتحدث عن لعبة كرة قدم نتحدث عن حرب وأذكركم أيضا أنا أبلغكم أنه تم زيادة كمان الحجد العسكر على الحدود البرية والحدود البرية أسهل لدخول المدن للتركية من منطقة وعرة في المجانب اليوناني في منطقة كسانتي وما شبه ذلك فبالتالي يجب على السياسيين هنا يفكرون في الدخول بحرب أن يفكروا بعدد سكان بلدهم التي قد تؤدي لضحية والأفضل على تركيا أن تفكر بمصير الليرة التركية التي انحدرت وإيجاد حل الفقراء الذين لا يستطيعون دكتور يلمز ما رأيك في هذا الكلام؟ ضيف يقول بأن تصريحات أردوغان هي تصريحات غير مسؤولة تصريحات يطلقها عبثا لخدمة الانتخابات وتصريحات غير مسؤولة لأنها قد تقود المنطقة إلى حرب لن يكون فيها الرابح بحسب دكتور عبداللطيف أولا يعني الإشارة بالليرة التركية والصعوبات الاقتصاد عليه أن يشير إلى الاقتصاد اليوناني لا مش هذا الموضوع الموضوع مش اقتصادي هو تركز سيد يلمس تركز على الليرة التركية ولكن هو حدثك مثلا عن الحشد العسكري على الحدود البرية وقال لكم إلى جانب القصف الجوي هناك كذلك خيارات برية قد ترد بها أثينا سيد سيدة الكريمة الفرق وازن القوى معروف لدى الجميع لا يقبل القياس بين تركيا واليونان هذا من جانب من جانب آخر لا أحد يتمنى الحرب رغم هذه التصعيد الكلامي أو الخطابات للسياسيين أحيانا وكذلك لم يكن أردوغان يهدد اليونان بل حذر اليونان من مغبة الاستمرار بهذا بطريق الاستفزاز والاستدعاء الأطراف الثالثة ضد تركيا كلما كان في الأمر تحذير اليونان كذلك يجب التذكير أن اليونان وتركيا في عطار حلف شمال الأطلسي وهناك توازنات ورغم كل هذه التوترات التي تتكرر والتصعيد لن تكون هناك أي حرب يعني هو لم يهدد اليونان يعني الرئيسة تركيا تقول حضرتك سيد جانماز بأن الرئيسة تركيا لم يهدد اليونان ولكنه حذرها من مغبة يعني قاعدة استعيد منك الاستمرار في التسليح هذا ما قلتها بالضبط وددت اقتباسه لأنقله لضيفي ما رأيك دكتور عبداللطيف دكتور عبداللطيف يبدو بأننا فقدنا الاتصال لا أعاد لنا دكتور عبداللطيف تسمعني نعم يسمعني نعم طيب إن كنت سمعت سؤال ضيفي يقول بأن اليونان هي التي تسرعت في الرد على هذه التصريحات فالوقع أردغان لم يهدد ولكنه حذر من عملية التسليح التي تقوم بها أثينا يعني طبيعي أي دولة يجب أن ترد لا يمكن وموضوع التسلح تركيا لا تعترف بسيادة اليونان على 36 جزيرة اللي يعترفه ويتوقف عن التجاوزات اليومية عن تطير الطائرات التركيا يوميا في المجال الجوي للجزر والاختراقات اليومية أن لا يقوموا بإرسال سفن التنقيب في المياه الإقليمية والجرف القاري لهذه الجزر وبالتالي لن يكون هناك مشكلة تسليح الجزر جاء بعد الاستفزازات التركية والتجاوزات التركية على الصعيد الجوي البحري والطلعات التي يقومون بها فبالتالي هي عبارة عن ردة فعل لليونان ولكن إذا أي دولة يهدد رئيسها يجب أن تأخذ تهديداته على محمل الجد خاصة أن البعض سيد يلمص لديهم مثل نعم نقولون حين تسمع الجعجع الكثير فلا تتوقع الكثير هذه لازم يرد عليها دكتور يلمص ما رأيك دكتور والجعجع منذ قليل ربطها ضيفي بالانتخابات في الواقع والله أنا أقول هذا الكلام من الطرف اليوناني لأن يوميا اليونان يقوم ويستيقظ على الأخبار التركية وبالتهديد التركي المفترض هناك فوبيا واضحة لدى الجانب اليوناني فوبيا تركيا بالأسف الشديد ولكن في موضوع الانتخابات لم تجرمني هذا السؤال الثاني بموضوع الانتخابات لأنه على فكرة دكتور يلمس خليني أكمل فقط هذه النقطة اسمح لي فقط أختم هذه النقطة لأن موضوع الانتخابات لم يأتي فقط مع موضوع اليونان أتى مع العملية السورية شمالا أتى مع موضوع التسليح اليوناني أتى مع أكثر من موضوع في كل مرة يقال بأن حتى في العملية الإرهابية للأسف التي شهدتها إسطنبول يقال دائما بأن التصجيحات والتحركات تحركات رئيس أردوغان تقود دائما لمصلحة الانتخابات ما رأيك يعني صحيح في تركيا انتخابات خلال ستة الشهر وكذلك في اليونان وهناك السياسيون يستغلون فوبيا التركية أكثر هذا من جالب من جالب من الآخر هذه القضايا سيدة الكريمة سواء كان العمليات العسكرية أو محاربة الإرهاب في سوريا أو التوترات التركية اليونانية والتصعيد بين الطرفين غير مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات هذا التوتر كان قائم قبل ثلاث سنوات قبل سنتين كذلك تركيا قامت عمليات عدة عمليات في سوريا في إطار محاربة الإرهاب لا يجب ربط كل شيء بالانتخابات هذا التوقيت سأترك تعليق لك دكتور عبداللطيف في ثوان بسيطة دكتور عبداللطيف إكل لك تعليق تفضل أتمنى أن تكون دولة طبيعية وأن تحترم سيادة العراق على الموصل وعلى أربيل أن تتمنى أن تكون دولة طبيعية وأن لا تقطع علمية عن سوريا بأسلو وهو مضاد ضد القانون الدولي أتمنى أن تكون دولة طبيعية وأن تحترم سيادة اليونان على أرضها وعلى الجزر وضحت الفكرة وتشكركم على المشاركة وكل ما تفضلتم به من طرح للأراء من إسطنبول المحلسي سيوكتا يلمص ومناثنا دكتور عبدالله تفدرويش وستاذ ودارة الأزمات والصراعات الدولية لنقاش مشاهدنا دائما بقية السلام عليكم